اشتركوا في القناة 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 تتعرف علي الميري من ايه؟ علي الميري انا ما عرفوش تكدبيش انا شوفتك نزلة معامل عمارة وركبت العالة على بيانة احب اقولك عدت فوقت دي كمان ولا؟ موسيدك انا مساهمة انت فاكر وممار عظيم يبقى تقولي في ايبنكو لحد دلوقتي لسه ما قلتش لخوكي خوكي انا ما عرف انت فاهم ايه ما يحصل خلينا اللي من عجابيه منك احسن حاضر انا هقولك هلا كل عارك بس اموسيدك ما تجيبش سيرة اللي بقى اخويا مهيات سلي منك انت اكيد تجننت تجننت راسمي ما عالش يا مونة استحمليني انا ايه ما استحملتك انت تجننت يا علي هات الموبايل هات الموبايل يا علي وقف العربية ونزلني يا حسن وحيات ديني هافتح باب العربية وارمي نفسه وأجيبلك مصيبه طب لو انتش هتعر من نفسك هاتم 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 ولم يجب أن تكون يحقاً لقصوصاً 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 في إخوه؟ عالميريا داية بنتكال لا بسرعة من ورايا؟ هو الله يقرحتي والنعمة سلي بالفعل انتكوزي من ورايا؟ طبق عمرك الله دلك أكس هو عشقك يا أبو يالله يا خواننا كل واحد يروح لحاله خلاص يقوله دفق لكن تعرف لسه عارف المعرفة مستني عشان تقولي مستني تعملها لمفاجأة أنت أخوي أنت ممكن تهدى عشان أعرف أفهمك أفهم إيه؟ لما بيتي هو بيتك وابنك يبقى ابني أختي تبقى بالنسبة لك إيه؟ تبقى إيه يا أخي؟ أختك تبقى أختي يا بي ولما تشوفها مع واحد تسكت؟ أنت تقطع على قبيتها وتجيب هالف شوال له مع مين؟ علي الميري؟ طب ليه إيه؟ وإزاي وإمتى؟ وهو ده يا بوب اللي بتعايز أعرفه وبعد كده كنت عايز أقولك هااااه تعرفه؟ واتدور الحكاية لمصلحتك وبعد إنت بقى تجي تقول لي صح يا قولي أنا غلطان؟ الله غلطان يا بابا انشان اللي أعمل معك كده عل ميري أ أعرف عنه اللي هو نفسه ومعرفوش عن روحه ولو هو فكرت إن أخلى حدي يساعدنا أكيد مش أبقى أختك عشان أختك مش كده عارف إيه؟ عشان تلبيتك بيت جدعى وبميت راجل ايه ده بقى كده عشان نعرف نفكر ونشوف هلتصرف ازاي وانا بضربها شايف صمت ابيا وداني صوته جوايا بيقولي عايزت ادل اختك يا فاتحي هي دي الامانة اللي انا سايبها لك عايزت نفسي بدروها زيادة عايز سكت الصوت جواه ومش قادر مش قادر احوش هيدي عنها لما ابوك يموت وانت صغير تلاقي نفسك وعايزت قبل اخواتك ملزومين منك تربيهم تكبرهم بتوقف في وش الدنيا لو هوابتنا حيتحد فيهم لانا اعملته مع ناجات بل اعملته مع سايد اخوي سايد تعيل صغير من ربيته وكبرته تباوك 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 سايد روح مني في قعدة هزار تأ Essay تباوك تباوك رحوا ما بيركعش داني السيدة اخوة بيروح بنا بيروح انا مش قادر اعمل له حال اللي سمحني اخوة مكانش قصدي نعيدني ان نكمل له معاية لله دي مجهد كانت حد حصله ورسل طبوي اوه اللي مناعك صلى عنابي اللي حصل حصل وعلي ده اللي هي صرفة معا ده اللي بينك وبينه دانية اللي بيني وبينه دانية ماشي اللي تشوفه هيحسن بس انا عايزولك على حاجة مهمة اللي جات لو غلطت غلطتها تتلحق لانه في الاخر جواز وشرع ربنا يعني كانت قصد خير لكن علي هو اللي كان قصد كل شر بالبادي اصلا ما انا قلتلك قبلي كده الاتنين معدوش ينفعل وطلبت منك انك انت يدوريلي على دي شبه لو عالشغل فانا ملي الشبه طب ولو غير الشبه هو احنا فيه بيننا حاجة وبين بعض غير الشغل يا شيخ دي بنت الناس فاميني البنة قدم صيارة وانا نفسي ومناعيني تسمي بالله كده وترمي الشبكة وتشدي وتشوف الشبكة حتطل عليك ايه انا ما تعودتش ارمي الشبكة بتاعتي غير لما بقى شايفة برميها علي وانت لحد دلوقتي ما واردنيش اللي انا عايزين طب شوفها ست الستات الشغلان اللي جاية دي غير كل اللي فات ليها سك لوحديها وليكنت لوحديك قلت ايه قلت افهم القوي افاهمك مرسال ربك بين عبيده ونفسه وعمل مصلحة لليها اسم ونصاح بسه ما تقولي كده صدق يعني تطلع من ايده توقع في ايده لا دا عرف خد كام ولا دا عرف ايده طلعت كام سمسارة يعني شوفتي؟ اهو دا اللي انا اقلق منه طول قعدتك معك ومشوف اعملت فيك ايه؟ غليتك قلب يصادق الصمصار جري يا شيخ نوح هي رايحة للمساكين ولا للمساكين؟ حلوة مساكين دي عجل انت صح؟ والعجل دي عادك حق بس هي اكبر من جذب كتير اهويل صاحبنا دا عايز يدخل في السوق وسايب لنا احنا كل حاجة اندهارها اراضي برضو؟ اراضي ايه؟ مدينة متكاملة مدينة ايه؟ بلد تانية فيلال وعمارات ومحلات وهو عايز يستنى لغاية ما يلاقي السوق ومشي صاحب ويظهر في السوق قلت ايه؟ اقدر اعرف هوا مين؟ مش هلاولا منها صدق والصدق لو بانت كره يقلي وبركتها تزوج بس يا شيخ موح اللي اوله شرط اخر نور ان شاء الله حيبقى اخر نور وافراح ولاني ملاح كمان طب خلينا في النور بس نقول انا تعودت لما بدخل شغل لازم بعرفة تفاصيل تفاصيل مش شاكا فيك لا سامح الله بس زي ما تقول كده بما اننا هنبقى شركة خلي الموضوع ماشي بيننا هين وخد طيب تستني علي ااخد الاذن وارجح لك وتستقربيش يا هوي كده او فوق كل ذي علمي عليه نستنى ويطرها طلبك هنستنى علي بورتك لما تجاوبني هجاوبك انا لازم امشي بك نحسن عادتنا طول اه 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 روبا يا بنتي انا بسن والدك ومر علي قضايا كتير بالشكل ده وبعتين انت عارفة شركتنا شركة كبيرة وتحبش انها تتورد في حاجة زي كده عشان كده هم بعثين النعرضة عشان نخلص المسألة بقى وحضرتك شايف ان الموضوع هيخلص ازاي؟ خلينا كلمت بصراحة؟ شركتنا شركة كبيرة؟ ولا يمكن هتوردت نفسها بحاجة زي كده وحتخرج من الموضوع من غير اي مشاكل يعني الشركة تطلع منها وانا رخ في داية بحاجة اي انتون عاملينها؟ اهدي اهدي بس الشركة ما عملتش اي حاجة وما فيش دليل واحد يثبت عكس كده كل ما في القمر هيثبت علينا شبهة اهمال تحصير حضرتك في متابعة اعمالك اللي عملتها من ورا رأسائك مش تهم التخابر مع دولة اجنبية من فضلك؟ هات بالآخر نقول عاوز مني انا جاي اعرض عليك يا عرض اللي في مكانك لا يمكن يرفضه وده في مقابل كلمتين في تحقيق النيابة ان كنت المسؤولة الوحيدة عن الابراب والهوائيات واتمنى انك تقول ان الشركة ملهاش اي علاقة بالمسألة دي خالص وده في مقابل مبلغ اللي انت تحددينه ووظيفة وظيفة افضل بعد حروبك قلتيني انتو عاوزيني اودي نفسي في داية علشان حاجة انتو عملتوها انتو ايه؟ مجرميني عاوزيني اضيع مستقبالي وحياتي علشان صبعة الشركة وعلشان جام دولار روعه من على كم سهل يا بنت ايه دي؟ انا جاي اتكلم انتو مستقبالك ومصلحتك دخولك السكنة ابن ومفروغ منه حاولي تستفيدي من الموقف انا هواديكو في داية والله معظيمي هواديكو في داية ايه تي ايه؟ لو استاذي مدير شؤوني الطانونية جاي يرشيني علشان اعترف على نفسي طعب يا ربا حاسب على كلامك كلام دا ما خسارش خالص دا كدام والله العظيم كدام لسه؟ من فضلك ومن غير كلام كتير الزيارة انتحت لا اشهادة ملاده احنا مش هنعوزها بابا هتطلع على واحدة ان شاء الله برسيما دا مفاق اولا بس زي ما فاهمت حضرتك طبعا مسألتنا الاسليم من المدرسة المدرسة تانية دي احنا مش عايزين اي حد ياخد بيها خبار خالص يعني مامتو روجات لحضرتك وسألتك اكيد يا استاذ اشرف حرك دي مسئولية علي انا لان انا اللي سلمت حضرتك الاوراق دي لا فن ما تلعيش ان شاء الله بخير واحنا مطبطين كل حال شكرا شرفت الفن مع السلامة ايه؟ لسه عايشة حظك حلو ان ما طلعلكيش حنش ولا العرابة تاخد اجلك انت فاكر نفسك هتخوفني الحنش ولا العرابة دول ياخدوا اجلك انت و اجل اهلك كلهم هتتعودي يا ابنتو خليف وانهم هنا هتجي على هواكي قوي مكان زي دا انت اللي تنام فيه انت والزبالة اللي متجوزها انت عارفة كمان اوه؟ طبعا عارفة وما انت فاكر ليه بخلكش يتعرابلي ولا تلمسني عشان دا مستويك لو انت السادة علشان في غيري بيقرب منك ويلمسوكي برافو عليك يا جوزي يا حبيبي يالي عارف قيمت نفسك كويس بكرا بقى مصر كلها هتعرف وبقى وريني هتحبس فضيحة زي دي ازاي؟ الفضيحة دي مش هتخرج لانها بيني وبينك وبين الكلب التالت وانتو خلاص كلها ايام ايه هتنوزني؟ هازلك يا مونو وانتي بالذات هخليك تلعان اليوم اللي شفتيني فيه دخلت بيت ابوك الواطي واطي؟ ابويا انا اللي واطي؟ انت فاكر نفسك كده بقيت راجل قوي وتوقعلك لسان وبتتكلم انت تافه يا علي لو كنت راجل بصحيح كنت قلت كما من الكلام دي زماني كنت رفعتها هناك فيا ولا في ابويا وقلت لأ كنت عملت نفسك محترم شوية لكن انت ولا حاجة تدري تقولي كنت سيبقى تجيبه اخر اللي عندكو علشان انا ابتدي ما هي الحياة كده؟ ادوار وكل واحد دوره بيبتدي بعد اللي قابله ودلوقت الدور بتاعي انا يا بنت خليف روى يا ابو ليك حق طبعا تدام اللي حصل بس يعني بس ايا يا جمال لانا لو ميت يا اخي تيجي توقع لقبر وتحكيلي ناس تقول عليا ايه؟ مش عارف احكم وختي وحطها تحت طوعي؟ لو مين؟ علي الميري؟ عرفته ازاي وغواها عبدة؟ سيبك من هو علي الميري هي ما تعرفوه زي ما نو انت عارفينه هيش هافيه راجل زي ايه راجل عادي والرجل ياخدها من اورق اهلها ويكبرها ما تحكيش غاصب يكسر متن الكلب يحط منخيره في الارض معلش ايه ده انت بس وقعد معاها واسمعه افهم منها ايه اللي حصل افهم افهم اكبس اتاني اكبير جمال خد صنوع اخلى اعمل تابع انت تعمل ايه؟ صباح ادي اقلاش تعال اقراي 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 اقراه 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 المترجم للقناة المترجم للقناة